أكدت وزارة التجارة والصناعة أن صرف المواد التموينية على أصحاب البطاقات شهريا يأتي عبر آلية ونظام إلكتروني دقيق يحدد الكميات المستحقة التي تصرف لأصحابها وقالت وزارة التجارة والصناعة أيضا إن آلية صرف المواد التموينية تتم عبر تسليمها عن طريق الشركة الكويتية للتموين إلى الجمعيات التعاونية بحيث تكون تلك المواد بصفة العهدة على موظفي فروع التموين التابعين للجمعيات وجود نظام إلكتروني دقيق لمتابعة الصرف لمستحقي المواد التموينية في مختلف الفروع التموينية في محافظات دولة الكويت يضبط عملية الصرف بشكل شهري وفق آلية خاضعة لرقابة شديدة تحصر كل المواد الموزعة وفق البطاقات التموينية آلية صرف مواد التموينية تتم عبر تسليمها عن طريق الشركات الكويتية للتموين إلى الجمعيات التعاونية وتكون هذه المواد بصفة العهدة على موظفي فروع التموين التابعين للجمعيات ودورنا كوزارة التجارة في هذه العملية نقوم في عمل جرد شهري بمتابعة فروع التموين عن طريق الفواتير ومراجعة السلع التي تم توزيحها إلى فرع التموين والتأكد من الكميات التي تم صرفها والتي متوفرة حاليا في فرع التموين المواد التموينية تكون بصفة العهدة على موظفي فروع التموين التابعين للجمعيات وعند حدوث أي نقص فيها تتحمله هذه الجمعيات وبالتالي ليس هناك كلفة على المال العام وبعد هذا اتخذ وزارة التجارة الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالة طريقة الاستلام عندنا عن طريقة البطاقة المدنية وكل شخص محدد من وزارة التجارة كمية معينة من المواد يختاره المواد اللي يبيها والكميات اللي هو يبيها وهذا كلها عن طريق الكمبيوتر هم محددين لأوزان وكميات معينة وليس أي شخص يقدر يأخذ اللي هو يبيه حسب المقرات لها وزارة التجارة الحصة هاذة ما استلمها رح تكون مسجلة بالجهاز من بين عند وزارة التجارة هم اللي يصرفون للمواد التم partition وهم اللي يحدون يعرفون من اللي يستلم المواد كاملة ومن اللي ما استلمها واشنون النوعيات اللي يستلمها العهد عندنا جرد شهري يتم الجرد الشهري عندنا بالفرع يكون على جميع المواد بالقرامات يكون عليهم ماكوشي مثل ما انت شاوف المواد كلها جدا مع شني وكل شي يكون عليه والجرد الشهري عندنا مافي شي يضيع يذكر أن وزارة التجارة تهيب بالمواطنين الكرام عدم إعادة بيع المواد التموينية المخاصصة لهم والتي يتم استلمها من الفروع التموينية لأن ذلك يعتبر أمرا مخالفا للقانون ديمة دحدال تلفزيون دولة الكويت